السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم حسين من قناة نظرة في عالم السيارات متابعي العزاء اليوم نكمل سلسلة حلقات الإجاوة على سئلتكم عندنا سؤال من الأخ أحمد محمود يقول ما رأيك بالهافال H6 الجديد موديل 22 من ناحية المحرك والجير تجي بمحرك 2000 توربو جير دابل كليتش ويتهل ملائمة لأجوانها لو ما تنصح بها تحياتي لحضرتك أشكرك حبيبي طبعا الهافال H6 موديل 22 السيارة بصراحة حققت قفزة نوعية من حيث التطوير أحكي لكم أول شي مميزات السيارة وأني طبعا السيارة طالع بها تسترايب بس أوف ذا ريكورد يعني ما صورت بس طلعت بها حتى أعرف شنو تتميز بي وشلون يكون شعور القيادة بها السيارة السيارة بصراحة أول شي الشاصية مالها كل شي صلب يعني الشاصية مالها 72% تقريبا من الفولاذ هاي أول نقطة وهذه النقطة خلوها ببالكم لأننا راح نجي على ذكرها بعدين ثانيا المزايا التقنية اللي بيها كل شو هاي يعني من مزايا الأمان السيارة بيها مزايا أمان يعني كل ش كثيرة عندك حتى بي مزايا أمان الكيرف بريك كونترول يعني هاي المزايا تشوفها بس بسيارات ألمانية كيرف بريك كونترول شنو يعني تتسوق بسرعة إيجا أمامك عائق تريد تلوف ويل لوفة تلزم بريك طبعا السيارة إذا ما مجهزة بهالنظام الاي بي اس هو فقط اللي يتصرف في بالحالة وبعد هنا إذا اللوفة كانت قوية فممكن تتعرض للحادث لكنه لها ظل بما أنه بيها النظام فالسيارة ويل بريك راح تحاول تلزم نفسها وتنطيك أحسن زاوية تقوف يعني تسيطر على السيارة وما تفقد السيطرة عليها هاي أحد الأنظمة بصراحة اللي عجبتني بالسيارة وكذلك هي ماركة هافال أنا أكون واقعي وياكم يعني ماركة هافال هي برأي آني الشخص هذا رأي شخصي يعني ما لي علاقة بغير ناس أنا أشوف ماركة هافال هي أحسن ماركة صينية موجودة بالسوق حاليا لأنه جماعة مشتغلين على التطوير بشكل حلو عندك أيضا مزايا السيارة الأخرى أنه مواصفات الدلع هواي بها الكوشينات مالتها بصراحة مريحة أنا جربتها الحشوة مع الكوشينات جودة المواد مع الكابينة المواد مع الكابينة طبعا هي مو جلود أصلية وجلود نابها مثل الشركات الألمانية لكنه جلود صناعية تنطيق إحاب أنه سيارة فخمة بصراحة يعني السيارة منظرها حلو كذلك عندك بعض فقط الأزرار مثلا الفرار مالغير هذا شكله شوية الاستيل ما لهم بين نوعه تشيب لهم سويه برشت ألمانهم كان أحلى عندي فقط هذه الملاحظة على بعض الشغلات بس الشاشات مالتها هي أحسن شاشات بالسيارات الصينية التفاعل مال الشاشة وغيرها من التش مالتها والسرعة مال الشاشة هي من أحسن الشاشات الموجودة على السيارات الصينية هسا نجي الى السيت باكس مال السيارة السيت باكس مال السيارة أو النقاط السلبية اللي شفت على السيارة السيارة المحرك مالها يجي جي دي آي توربو طبعا هذا المحرك يحتاج انت طبعا راح تكون مشمول بضمان الوكيل فتبدل زيت يوم الوكيل الوكيل ويحط لك الزيت اللي يشوف ملاءم المحركات فهنا ما عندك مشكلة بس هنا هم يقولون تقدر تشتري على البنزين العادي بس أنا أبدا ما أنصح بنزين عادي بمحركات توربو لأن انت راح يقصر عندك عمر المحرك بشكل كبير فلازم على الأكل تستعمل بنزين محسن مال بغداد وانت إذا هنا بكورسان اكو بنزين سوبر يفضل تستعمل بنزين سوبر لأن السيارة بصراحة لما طلعت بها كانت مفوّل لبنزين عادي لما ادو سلة كانت بها دوانس صوت صرقايا بصراحة حتى قلت لبنزين عادي هفائي نقطة أساسية بنزين عادي لازم ما تخلي لها هذا أول شي الشغلة الثانية الجير دبل كلتش ويت ما علي شي الجير بصراحة استجابة حلوة خاصة بالـ H6 يعني الاستجابة مع السيارة كلش حلوة يعني تشبه السيارات الأوروبية بصراحة الشغلة الأخرى اللي شفت بها عيب إنه السيارة بها بودي رول يعني السيارة عالية فبيها تمايل تعرفون ليش بها بودي رول لأن حجيت لكم بداية الحاجة مالتنا إنه الشاصية مالتها 72% فولات فهذا بصراحة يعني ضايف شوي وزن للسيارة والسيارة مركز تقلع عالي فشوي بها بودي رول هاي أيضا ملاحظة مملك إنه عوامل الأمان اللي هواية بالسيارة اللي حسب هو مذكور يعني إذا هاي عوامل الأمان اللي إذا كلها اشتغلت يعني أنا شوفها صدق صفقة جيدة بسيارة بها الفئة السعرية يعني السيارة فئة الأكتف مالتها يعني أنا شوف فئة الأكتف بالهفال الـ H6 أنسب سعر كان سعرها 25 ألف دولار طبعا هاي أنا أحكي لك قبل فترة هسه ما أدري أسعار جديدة إذا صعدت أو لا فهي كسيارة تتفوق على المنافسين بصراحة من حيث مواصفات الأمان مواصفات الرفاهية حتى الشكل الجديد مالتها بصراحة حلو يعني هذي فلسفة التصاميم الآسيوية جديدة الشبك الشبير وكل كروم يعني شكل حلو ملفت بس عندك هنا سيارات الصينية بصورة عامة أنت عندك مشكلة أو مجموعة مشاكل بها المشكلة الأولى أنت تكون رحمة ربطة الوكيل ما تقدر تطلع خارج الوكالة أبدا يعني إذا طلعت خارج الوكالة تخسر الضمان زين المشكلة الثانية البودي بانل مال السيارة كل شغالية يعني الوكالة تضمن لك السيارة محرك وغير خلينا نقولك روايات لكن لا سامح الله إذا السيارة انضربت برا قطع الغيار مال البودي كل شغالية يعني أكو مرات أني سمعت يعني لايت أمامي 850 دولار ولد صاحبنا عندها سيارة صينية ما رح أذكر ماركتها تعتبر من السيارات الصينية رخيصة انضرب باب عندها راح للوكالة قالوا إي نطيق باب أسود بـ 800 دولار ونصبغة يمنى يعني حتى الباب مو نفس لون السيارة باب أسود إحنا هذا بالسوق يمنى يعتبر ممرغوب إذا أخذت باب نفس لون السيارة تعتبر سيارة ممعيوبة بس إذا أخذت باب أسود الشغلات اللي موجودة بالسيارات الصينية المحاذير اللي أنا أذكرها لكم من باب الأخوة وصداقة أنا أعتبركم كلكم أصدقائي كذلك الشغلة الأخرى اللي موجودة بالسيارات الصينية أنه الشركات يعني كل سنتين يغيرون موديل مثلا السيارات اليابانية كانوا يغيرون كل عشر سنوات بعدين شوية يصرعوه صار كل خمس ست سنوات الكورين أيضا كل خمس ست سنوات هذا الشي يخلي السيارات تنتشر بالسوق بشكل كبير ويخلي قطع غيارها تتوفر أنت لمن كل سنتين تبدل موديل زي أنا السأل اللي عنده H6 الجيل الأقدم إذا انضربته هذا ورا سنتين إذا انضربته من يقول قطع غيار بالسوق أنت لمن هوا سرعة تبدل الموديلات القطع الغيار رح يكون بها تنويع أكثر وبالتالي شحة أكثر يعني القطع كلما ازداد أعدادها وأنواعها بالتأكيد رح ينخلق عندك شحة بالسوق فهنا هاي أيضا ملاحظة أخرى مهمة بالنسبة للسيارات الصينية بس كسيارة على أرض الواقع الهوال H6 سيارة فعلا قيمة مقابل سعر يعني خاص الفئة الأكتف سعرها 25 ألف دولار أنا اعتبر يعني صفقة جيدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير ولمن اشترك وانا شمنتظر بعد اشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته